بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنتكلم على مرض السلاسيمية اللي هو اسمه مرض أنيميا البحر الأبيض المتوسط مرض السلاسيمية دوت من الأمراض الشائعة في مصر وفي دول حوض البحر الأبيض المتوسط وبيحصل معها أنيميا الأنيميا ديت بيبقى سببها مرض وراسي أو اختلال في الجينات عندي فيه نوعين رئيسيين من السلاسيمية فيه نوع اسمه السلاسيمية البيتا سلاسيمية وفيه نوع اسمه الألفا سلاسيميا البيتا سلاسيمية فيه منه نوعين فيه نوع سلاسيميا ميجور وفيه سلاسيميا ماينور وفيه سلاسيميا انترميديا سلاسيميا الكبيرة والسلاسيميا الصغيرة والسلاسيميا المتوسطة ايه هي الاعراض اللي بتحصل في حالات انيميا البحر الابيض المتوسط طيب احنين كده عندنا ده مرض وراسي بينتج عن خلل في الجينات ويؤدي الى فقر في الدم يعني يؤدي الى انيميا وممكن هذا المرض يؤدي الى الوفاة عند بعض المصابين به لانه هو بيأثر على تصنيع كرات الدم الهيموجلوبين اللي موجود في كريات الدم الحمراء هيبقى غير قادر على القيام بالوظيفة وهذا المرض مرض مزمن يصيب الاطفال في المراحل المبكرة من العمر يعني دائما بيبدأ بعد ستة شهور من الولادة وهذا المرض بيبقى موروس من احد الاباء يعني ممكن يكون الاب والام عنده اعتلال ممكن يكون من الاب والام وبنشخص المرض دوت عن طريق تحليل اسمه الهيموجلوبين اليكتروفريزز او الترحيل الكهربائي او الهيموجلوبين الكهربائي قلنا ان المرض دوت منتشر في جميع انحاء العالم لكن هو اكتر في بلدان حوض البحر الابيض المتوسط وبالتالي بيسميه انيميا او فقر دم البحر الابيض المتوسط والمرض ده مكتشف من القدم اكتشف عام 1925 على ايد طبيب اسمه كولي وهو اللي سمى النوع الرئيسي من الانيميا زي ما قلنا ان هو بيتقسم الى انواع قلنا الفا سلاسيميا وبيتا سلاسيميا فلو كان الخلل في الجين الفا هيؤدي الى الفا سلاسيميا وده منه اربع انواع نوع بيبقى بسيط لو خلل في جين واحد ونوع متوسط وايضا ما فيوش مشكلة لو الخلل في اتنين جينات من الالفا لكن لو تلات جينات من الالفا فيهم خلل يؤدي الى انيميا شديدة الاربع جينات لو حصل فيهم خلل في الالفا يؤدي الى الوفاة بعد الولادة مباشرة من خلال مص ساعة الى ساعة النوع التاني الرئيسي اللي هو اسمه البيتا سلاسيميا وده بيتقسم الى نوعين نوع بيكون فيه الطفل حامل للمرض وما يظهرش عليها اعراض وده بسميه السلاسيميا بيتا سلاسيميا البسيطة وده بيكون فيه ناقص فيه جين واحد فقط في البيتا اتشين لكن لو حصل ناقص في الجينين بتعود سلسلة البيتا يؤدي الى مرض اسمه بيتا سلاسيميا ميجور اللي هو بيتا سلاسيميا الكبيرة طب ايه هي الاعراض الاعراض اللي بتحصل بيبقى فيه شحوب وصفرار الشهية بتاع الطفل بتقل بيبقى فيه توطر وقل تنوم بيبقى فيه استفراغ وقيء واسهال وتعرض متكرر ليه الالتهابات وهيبقى فيه تضخم واضح فيه الكبد والطحال التضخم هيبقى اكتر في الطحال وفي البط ويبقى عند الطفل دوت صعوبة في الرضاعة وفقرة في الدم الاطفال دول لو سبناهم لما يكبروا هتلاقي فيه تضخم فيه عظام الوجه هنلاقي احنا مثلا الجبهة فيها تضخم هنلاقي الاسنان متبعدة هنلاقي الفك العلوي متضخم تمام هنلاقي الانف فطسة هنلاقي سهل يحصل فيه تكسر في العظام في هؤلاء الاطفال لكن ما يميزهم اكتر هو الاسفرار وتضخم الكبد والطحال لو بصينا على البراز بتاع الاطفال دول هلقاه لونه اسود لو بصينا على البول هلقاه لما سيبه شوية يتحول للون الضارك الغامع وهيبقى عند الاطفال دول نوبات من البول اللي لونه محمر الاطفال دول عرضة لحدوث تضخم في عضلة القلب وايضا عرضة لحدوث فشل في عضلة القلب زي ما قلنا بنشخص حالة السلاسيمية اللي هي انميا البحر الابيض المتوسط عن طريق اننا بعمل تحليل الهيموجلوبين الكهربائي هقدر اقول ايه نوع السلاسيمية طب العلاج هنا فيه علاجه قائي ان احنا ما نتناولش الحبوب بتاع الحديد ولا الفيتامينات اللي بتحتوى على الحديد الطفل لازم ياخد حمض الفليك عدم الزواج من شخص يحمل الجين بتاع السلاسيمية المتابعة الدقيقة للمرأة التي تحمل مرض السلاسيمية طوال فترة الحمل طب لو انا تأكدت ان الطفل ده عنده سلاسيمية العلاج هيكون كالآتي الاطفال دول هيعيشوا على الدم هياخدوا دم مدى الحياة بنديله الدم كل شهر مرة والمعدل بتاع الدم بتديله 10 ملي الى 15 ملي لكل كيلو يعني انا لو عند الطفل دوت افترض ان هو مثلا 10 كيلو هتديله 100 ملي لـ 150 ملي كل شهر وبندي الطفل دوت بعد ما يكمل خمس سنوات حبوب او بعد ما ياخد عشر مرات دم حبوب تمنع ترسيب الحديد في الجسم طب لما الطفل دوت يكمل خمس سنوات لازم نشيل الطحال يبا بنشيل الطحال لما الطفل يكمل خمس سنوات طب لو الاطفال دول متعالجوه الصح هيحصل فقر دم شديد وانميا ويحصل تشوهات في عظام الرأس ويحصل تأخر في النوم والجسدي والعقلي ويحصل تأخر في البلوغ ويحصل فيه تضخم في الكبد والطحال ويحصل مشاكل فيه الاسنان ويحصل ايضا ضعف في المناع كده احنا خلصنا مرض السلاسيميا وده من اشهر الامراض اللي بتؤدي الى الانميا التكسيرية في الاطفال في مصر ترجمة نانسي قنقر